نظمت شبكة الإعلام المجتمعي وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإعلان حقوق الإنسان فعالية بعنوان أين حقوق الإنسان في غزة وتهدف هذه الفعالية إلى التركيز على مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكيف ضرب الاحتلال والدول التي تدعي الحرية والديمقراطية المساندة له بتلك المبادئ عرض الحائط أمام جرائم الحرب بالجملة التي يتعرض لها قطاع غزة وتخذ الفعالية بمشاركة العشرات من الجهات والمنظمات الحقوقية شبكة الإعلام المجتمعي والسنة السادسة تقوم بمهرجان لتعريف المواطنين عن حقوق الإنسان نحن نؤمن أن حقوق الإنسان هي لكل الناس ولا يوجد أي حق لأي دولة أن تفرض علينا حقوق الإنسان نحن نؤمن بحقوق الإنسان واليوم نحن مركزين على موضوع غزة نأينا حقوق الإنسان في غزة لأنه نعتبر أن بعض الدول للأسف تراجعت عن مبادئها في وضع غزة ونحن نؤمن أنه يجب أن يتم تطبيق حقوق الإنسان بغض النظر عن أمريكا وألمانيا وغيرها بتآمن ولا ما بتآمنش نحن من آمن بحقوق الإنسان حق الإنسان في الحياة حق الإنسان في تعبيره عن حياته حق الإنسان في العيش الكريم